مبرح ستة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماع في منتهى الأهمية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين من أجل متابعة توفير السلع الغذائية والمخزون الاستراتيجي منها كمان في متابعة خاصة بالمحاصيل الخاصة بالموسم الزراعي الحالي ستة الرئيس وجه بأنه يتم تحديد سعر توريد للقمح بحيث أنه يحقق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين والفلاحين ويدعم أيضا زيادة كميات توريد القمح للصوامع خلينا نتعرف على تفصيل أكثر من الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير التحرير جيدة الأهرام اللي بنواره النهاردة في السوديو صباح الخير وصر أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك اجتماع مهم ستة الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء من أجل متابعة المخزون الاستراتيجي للمحاصيل ما هي الرسالة السياسية؟ هو طبعا مخزون الاستراتيجي دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي من عام 2014 هو بتحدث أو استراتيجية الدولة في هذا الاتجاه نيبقى فيه مخزون استراتيجي يكفي لست شهور وزيادة وخاصة في السلع الاستراتيجية اللي هي السلع الاستراتيجية الأمح والزيوت وخلافه وهو ده اللي احنا شفناه خلال الفترة الأخيرة وقت الأزمات أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية إن ما حصلش أي أزمات في الداخل المصري بخصوص القمح أو الزيوت أو خلافه ده نتيجة المخزون الاستراتيجي على الجانب الآخر إن مصر أخدت برضو ضمن الاستراتيجية توسيع الرقع الزراعية داخل الدولة والاعتماد أكبر أو زراعة بشكل أكبر السلع الاستراتيجية زي الأمح شفنا خلال الفترة الأخيرة في شهر رمضان الرئيس عبدالفتاح السيسي كان موجود في توشكة وبدأ عمليات جانية للأمح وقتها وأيضا في مشروع مستقبل مصر كل دي رقع زراعية جديدة بتضيف للإنتاج المصر إحنا داخلين دلوقتي على نسبة كبيرة يعني قدامنا مراحل بسيطة إن شاء الله ويبقى فيه اكتفاء ذاتي في الأقمح وقمح وده هيقود طبعا بالنفع على الدولة المصرية إن إحنا مش هنستورد إن إحنا مش هنقعد تحت الطائلة إن فيه دولة أو دول تقدر إن هي تتحكم فينا بالنسبة لموضوع الغذاء شايفين العالم كله فيه أزمات كبيرة جدا وخاصة في القمح بشكل كبير لكن إحنا نتيجة إن ما فيه زراعات ونتيجة إن أيضا سلاسل الإمداد تأثرت بشكل كبير جراء الحرب الروسية الأوكرانية إذن الاعتماد الذاتي على وجود سلع الاستراتيجية موجودة عندك وجود زراعات استراتيجية موجودة عندك وجود أيضا الصوامع اللي تم إنشاءها منذ فترة إن هي مش هيبقى فيه إهدار للقمح ولا مش إهدار بس وإنه ممكن يكون متخزن بطريقة غير سليمة فيؤدي إلى إفساد الأمح إذن المنظومة كلها منظومة الزراع ومنظومة السلع للزراعات الاستراتيجية تسير باستراتيجية واضحة موضوعة من أجل الوصول إلى الاكتفاء الزيتي أستاذ جميل حضرتك كلمت عن نقطة مهمة الحقيقة وتستحق التوقف عنده وفكرة إن إحنا مصر اقتربت من إن هيكون عندها اكتفاء زيتي من القمح اللي بالنسبة لنا هو محصول استراتيجي من أكبر الدول المستهلكة للقمح ومن أكبر الدول المستوردة للقمح ده ما كانتش معنى إننا ما كناش بنزرع لا كنا بنزرع بس كان فيه خطوات مهمة جدا دولة المصرية اتخذتها عشان تقدر إن هي تتعامل مع الموضوع ده ويمكن من قبل الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبل كان فيه خطوات استباقية كتير جدا عايز أعرف من حضرتك الخطوات اللي الدولة اتخذتها إيه العوامل اللي قدت إن إحنا دلوقتي بنتكلم إن مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من محصول الأم هو الخطوات زي ما بقول الحضرتك وهو كان فيه الاستراتيجية واضحة اعتماد على الدولة المصرية في الانتاج إحنا عندنا مساحة أراضي واسعة جدا غير مستغلة بشكل سليم الأراضي دي زي مشروع تشكا كان سنوات طويلة تم إهمال المنطقة اللي هناك وما كانش فيها أي زراعات لكن بالعلم والفكر الحديث والتطور العلمي في مجال الزراعة قدرت الدولة إن هي تدخل تشكا مرة تانية وابتدت تزرع وحتى الناس كلها فجئت بمشروع تشكا والزراعات الأمح اللي موجودة فيها لأن كانت الناس نسيت هذا المشروع لكن بدأ العمل فيه بشكل كبير جدا أيضا مشروع مستقبل مصر والدلتة الجديدة ورئيس المبارح بيتكلم على وادي الشيح اللي هو موجود في الجنوب في الصعيد في محافظة أسيوط إذن فيه الدولة بتعمل في كل الاتجاهات وفي كل الأماكن اللي ممكن ده جانب بس كان فيه كمان جانب آخر يا فندم هو التعامل مع المزارعين بالضبط هو التعامل مع المزارعين إن إحنا نقدر الدولة تتعامل مع المزارعين بشكل مهم إن هي تحط أسعار للمواد الاستراتيجية أو السلع الاستراتيجية اللي هيبتدي إن هما يوردوها بأسعار مرضية تقدر إن هي تتناسب مع السوق فده كان طبعا التعامل مع المزارعين والتعامل مع الأرض الزراعية والتعامل المقطة الثالثة في الرأي في موضوع الرأي وده موضوع مهم جدا من خلال تحليل مياه الصرف السلاسي كل ده فيه منظومة متكاملة منظومة المتكاملة دي مية وأرض ومزارع كل دي قدرت إن هي تخرج أو توصلنا للمرحلة اللي إحنا فيها إن إحنا ما نحتاجش بشكل كبير إن يبقى فيه توازم بين الاستيراد وبين المنتج المصري ما نحتاجش في وقت الأزمات إن إحنا كنا نبتدي ندور برا على الأمح وكان فيه أزمات فكان هيوبقى فيه أسعار الأسعار بزيادة العملة الصعبة كنا هنصرف عملة صعبة بشكل كبير إذن المنظومة كلها منظومة متكاملة وضحت الفكرة في وقت الأزمة بتاعة كورونا وأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة اللي إحنا فيها دي أخطر بكتير من الأزمة الروسية الأوكرانية أزمة كورونا على مستوى العالم ككل وهو ده اللي إحنا شايفين الحكومة يعني حريصة دايما من حين لآخر إن هي توضح قصة المخزون الاستراتيجي تقول إن إحنا مخزون آمن من هذه السلعة وفضل لكذا شهر مخزون آمن من هذه الشرعة الرسائل الاستسلعة تقولها إيه والرسائل الاقتصادية أيضا هو طبعاً الرسائل من وجود المخزون الاستراتيجي إن الدولة بتطمن الشعب نظراً للأزمة العالمية وإن إحنا شايفين العالم كله بيحصل فيه إيه من دول كوبرة زي البريطانيا فرنسا دول الاتحاد الأوروبي دول عظماء زي الولايات المتحدة الأمريكية وخلافه كل دي متأثرة بشكل كبير من قلة المخزون الاستراتيجي من السلعة شفنا منذ بداية الأزمة لغاية دلوقتي إن فيه أزمات زيوت وأزمات في الخبز وخلافه في دول الاتحاد الأوروبي لكن تكون الحكومة المصرية على طول بتطلع تطمئن الشعب إن المخزون الاستراتيجي بتاعنا موجود إن المخزون بتاعنا يكفي ست شهور وإن الزراعات الاستراتيجية بتاعتنا أو التصنيع المصري آمن تماماً على إنه يستوعب الأزمات في الوقت الحالي بدليل إن أي حد بينزل أي مكان محتاج أي حاجة داخل الدولة المصرية هيلاقيها موجود في المحلات في السوبر ماركت الكبيرة في الإفرام محدش قال حتى من الإنتاج بتاعه اليومي محدش قال إن فيه أزمة قمح فيه أزمة دقيقة فيه أزمة زيت مفيش يعني يعني الدولة الحمد لله المصرية نتيجة للإستراتيجية الواضحة اللي كانت محطوطة وأهم حاجة في بناء الدولة أن يبقى فيه استراتيجية واضحة الاستراتيجية الواضحة دي تجني سمارها وقت الأزمة يعني حضرتك بيبقى فيه إدارة كيفية إدارة الأزمة لكن أنت عشان تدير الأزمة مظبوط لازم يبقى كان فيه استراتيجية أنت ماشي عليها بشكل علمي وبشكل مدروس تقدر توصل إنما تتغلب على هذه الأزمة وقت حدوث الأزمة هو ده فعلاً اللي حصل من الدولة المصرية كان فيه استراتيجية واضحة محطوطة تم تنفذها على مراحل مختلفة بشكل سليم ومنطقي وعلمي وقت الأزمة إدارة أننا نتغلب على هذه الأزمة بشكل واضح للعالم كله مش واضح للشعب المصري فقط طيب حضرتك كمان عن نقطة مهمة وهي فكرة الصوامع وقد إيه ساهمت بشكل كبير جداً في أننا نحن نحافظ على مخزون الأمح بس يعني الدولة هي هتمت بأنها تنشأ هذه الصوامع على امتداد الرقعة الزراعية للجمهورية ونعاكس ده بشكل كبير جداً على فكرة أننا نقدر أننا نحافظ ونخزن الأمح بشكل سليم أو السلع بشكل عام بشكل سليم لو حضرتك تشرح لنا وتشرح لستاذ المشاهدين ماذا بالفعل أهمية الصوامع؟ لأنه ممكن حد يسمع صوامع إيه علاقتها بأننا عندنا دلوقتي اقتربنا على الاكتفاق ذاتي من القمح أو السلع بشكل عام لا الصوامع ده شيء مهم جداً لأن احنا فيه وقت اللي هو جني المنتج الاستراتيجي اللي احنا مثلاً الأمح فلازم أنه هو يتخزن في أماكن أو يبقى موضوع في أماكن أمنة الأماكن دي تقلل من نسب إهداره وتقلل من فرص من الرطوبة تفسده فلازم كان يكون فيه صوامع آمنة متطورة بشكل سليم إعنا كان عندنا صوامع لكن للأسف شديد كانت متهالكة بشكل كبير لأنها لم يتم تطوير وتحليص هذه الصوامع فإدرت الدولة أن هي تعمل الصوامع وتبني صوامع جديدة وإدرت أن هي تحافظ بشكل كبير على الهدر اللي كان موجود واللي كان بيأثر بشكل كبير على المخزون الاستراتيجي إدرت أيضا أن هي تحافظ على مدة التخزين فيه أن ما يحصلش أي برضو إفساد لهذه السلعة فتأثر على هذه السلعة داخل السوق المصري فوجود الصوامع مع وجود المنتج أو الزراعات الاستراتيجية اللي موجودة إدرت أن نحن تتحافظ على مخزونك الاستراتيجي بشكل أساسي ماذا لو لم تكن الدولة يعني أقامت مشروعاتها الزراعية الضخمة زي الدلتال الجديدة وتوشكة وشارق العينات وكانت جات علينا الأزمة الروسية الأوكرانية كان حيب موقفنا عامل كان هيبقى أزمة كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على فكرة مش في الزراعة فقط لا دفعجات كتيرة اتخذتها الدولة المصرية كان نتاجها أن احنا في ظل هذه الأزمة ديرنا أن احنا يعني نواجه الأزمة بشكل كبير طبعا للأسف شديد أن العالم كله كان فيه أزمة أزمة سلاسل الإمداد أزمة من التوريد أزمة من الحرب الروسية الأوكرانية بحيث أن كانت روسيا وأوكرانيا هما أكبر دولتين مصدرين للحبوب والأقمع إذن أنت كانت مصر هتواجه بالفعل أزمة حقيقية كانت مش هيبقى فيه موجود السلع استراتيجية في السوق مش هيبقى فيه ما كانش هيبقى موجود مثلا العيش بهذا السعر اللي متواجد فيه كانت الدولة هتدفع مليارات الدولارات عشان تقدر تستورد أقمع من الخارج وكانت ممكن يحصل فيه أزمة في السوق المصري إذن زي ما بقول لحضرتك الاستراتيجية الواضحة نجاح الدولة المصرية فيه استراتيجية واضحة فيه عمل دقوب منظم علمي لمواجهة الأزمة إن إحنا مش هنستنى الأزمة وبعد كده نبتدي نتعامل معها لا إحنا بنفكر في أي أزمة هتحصل مستقبلا أيا كانت هذه الأزمة وأبتدي أتعامل معها وأبتدي أشتغل عليها لغاية لما توصل الأزمة بالفعل أكون قادر إن أنا أتحمل تبعات هذه الأزمة الحقيقة إحنا بقلنا فترة متابعين اهتمام سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة المخزون مخزون السلع الاستراتيجية في الأسواق يعني الحقيقة مجهود ومتابعة دقيقة وحفيفة وطول الوقت موجودة خاصة أننا أتكلم بقى عن توقيت هذا الاجتماع تحديدا إحنا خلاص يعني على بعد شهرين تقريبا من شهر رمضان فبيبقى فيه اهتمام كمان من الشارع بتوافر السلع فحب أعرف من حضرتك أن عكاس هذا الاجتماع مش فقط مش أكلم من الجبهة اللي تحدث عنها طبعا زمي مصطفى فكرة الرسائل السياسية أو ما إلا ذلك لكن فكرة الرسالة للمواطنين للشعب مباشرة هو طبعا الاجتماع الرئيس بالأمس ومش بالأمس فقط هو الرئيس على طول بيتامع صحيح المخزون الاستراتيجي بيتامع أهلاء الاجتماعات مستمرة مع المسؤولين عن الأماكن الزراعية الجديدة زي مستقبل مصر زي توشكة على طول الاستمرار في المتابع مع وزير التبويل لأن في رسائل اطمئنان لازم للمواطنين المصريين وهو بنفسه يبقى في الخريطة واضحة أمام رئيس عبد الفتاح السيسي لكيفية التعامل مع الوضع الحالي طبعا دي طبقانة للشعب المصري أن السلع الاستراتيجية موجودة أن الرئيس بنفسه بيتابع يوميا مش يعني باستمرار المخزون الاستراتيجي بيتابع الزراعات الموجودة وفيه اهتمام من الرئيس بتوسيع الرقعة الزراعية زي ما بقول لحضرتك في توشكة طبعا أكيد مشروعات عديدة والمشروعات العديدة ووادي الشيح تم الحديث على منطقة ودي الشيح اللي موجودة في قصيوته دي أرض زراعية مهمة جدا بالنسبة للدولة ودي أيضا أهملت لسنوات طويلة جدا منطقة ودي الشيح لكن بدأ العمل فيها مؤخرا إذن فيه اهتمام من الرئيس الاهتمام ده بيعود طبعا بالاطمئنان على الشعب المصري أن السلع موجودة وأن احنا دخلين بالفعل زي ما حضرتك بتقولي على موسم رمضان والناس عايزة تطمن على السلع نعم وإحنا حافظين فيه مواسم كده أنه بتخرج إشعة إنه فيه نقص في السلع والسلع مش موجودة في الأسواق ويعني فإحنا بنصطبخ بقى كل الإشعاعات دي هو طبعا كل حاجة موجودة الحمد لله وحتى من بداية الأزمة الروسية الأوكرونية احنا داخلين على سنة أهو ما فيش ولا أزمة سلع كانت موجودة في السوق من قبلها من كورونا ومن قبلها من قبل كورونا أنا بتكلم على الوقت الأزمة للحرب الروسية الأوكرونية اللي أثرت على الدول الاتحاد الأوروبي وأثرت على السوق العالمي ككل لكن إحنا كدولة كمصر ما فيش منذ بداية الأزمة لغاية دلوقتي ما فيش ولا سلعة نقصة في السوق المصر اللي واجهوا بالفعل زي ما حضرتك قلت واجهوا بالفعل النقص في السلع مش بس كمان نقص تقنين حتى المواطنين هم يشتروا السلع بعداد معينة لا إحنا عندنا مفتوح صحيح بس الانتاج الدجيني ربما يعني إحنا شوحنا دي تابعات وخصوصا علشان قصة أن الأقمح بتيجي أو الأغلال بتيجي بتاعت الدواجن فمؤثر على قصة الأمن ومؤثر على قصة البيض تعليقك هو طبعا هي أزمة خاصة من الأعلاف اللي جاية من الخارج اللي بنستوردها من الخارج لكن أعتقد أن الدولة بدأت تقدم الدعم خلال الفترة الأخيرة للمربي الدواجن لا مواجهة طبعا الأزمة اللي بالنسبة للمربي والأزمة أن هي تنزل في السوق بالأسعار المرتفعة فأعتقد أن المرحلة اللي جاية هيبقى فيه انفراجة في سوق الدواجن في الدولة نشكر حضارك طبعا جزيلا شكرا على كل هذه الإضاحات ودورتنا في صباح الخير يا مصد طبعا الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام نشكرا كيفانا؟ شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا شكرا